الحرب على تنظيم الدولة كان وما زال الرقم الأهم والذريعة الأبرزة التي يتم طرحها ضمن ملفات المساومات بين شركاء العملية السياسية في العراق المناطق المتنازع عليها كما يسميها الفرقاء في الحكومة تعود لواجهة الصراع بعد موجة من الهجمات وقعت في أقضية طوس خورماتو والحويجة وداقوق نفذت عن طريق سيطرات وهمية ارتدى فيها مجهولون الزي العسكري الأمر الذي أثار المخاوف لدى حكومة العبادي التي سبق وأعلنت النصر على تنظيم الدولة فالتوقيت غير مناسب مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الهجمات الأخيرة دفعت كل من حكومتي بغداد وأربيل لوضع خطط لمواجهتها عبر عودة قوات البيشمرق إلى كاركوك والمناطق المتنازع عليها التي سبق وانسحبت منها منذ شهور الخطط تمت بإشراف ومتابعة من قبل وفد عسكري أمريكي بريطاني زار وزارة الدفاع في الخامس والعشرين من آذار الماضي ثم اجتمع مع قوات البيشمرق في السابع والعشرين من الشهر نفسه وبحث فيه داخل غرفة للتنسيق الأمني في معسكر كيوان جنوبي كاركوك مسألة عودة البيشمرق وسترسول كاركوكي قائد قوات البيشمرق في محور جنوبي كاركوك قال إن الحكومة في بغداد لم تطلب رسميا حتى الآن عودة قواته لكنها وافقت على ذلك خلال اجتماعاتها مع التحالف الدولي فيما نقلت مصادر الصحافية تصريحات عن مسؤول كردي قال فيها إن التحالف الدولي أبلغ وزارة البيشمرق عدم قبوله بعودة قوات مسلحة حزبية إلى تلك المناطق وإنما وافقوا على عودة اللوائين الأول والثاني من قوات البيشمرق إلى كاركوك واللواء التاسع إلى داقوق وطوس خورماتو وهي قوات مشتركة لوزارة البيشمرق تم تدريبها من قبل فريق تدريب تابع لوزارة الدفاع الأمريكية ورغم كل الأنباء التي تحدثت عن عودة الانتشار فمن المرجح أن لا تجري العملية إلا بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة إذ رجح مسؤولون حكوميون أن من الصعب أن يخاطر العبادي بمثل هذا الأمر قبل الانتخابات ويعيد سيطرة الكرد من جهة وهو ما سيقوي معارضيه من جهة أخرى